متطلبات وظيفية وسلوكية للأفراد داخل منظمة العمل متطلبات وظيفية وسلوكية مشتركة منها ما هي وظيفية ومنها مهنية ومنها مهارية لها مواصفات وتكوينات على النحو الآتي مواصفات وظيفية مكونات مهنية مهارات وظيفية سلوكيات الأفراد داخل منشآت أو خطاعات العمل مواصفات وظيفية مهام المهام الوظيفية المسندة سواء أكانت رئيسية أو إضافية أو موسمية واجبات كل ما يجب فعله كالالتزام والواجبات الوظيفية مسؤوليات لكل وظيفة وموظف مسؤوليات محددة صلاحيات كل ما يتم منحه من صلاحيات من صاحب القرار والسلطة العليا مرجعيات التسلسل الوظيفي والمرجعية الوظيفية حسب الهياكل التنظيمية مهارات وظيفية مهارات تنظيمية تنظيم أعمال وإجراءات العمل وتنظيم الوقت مهارات مهنية مهام وواجبات وظيفية ومسؤوليات مهارات معرفية المؤهلات والخبرات العلمية المعرفية والثقافية مهارات سلوكية الالتزام بالسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل مهارات شخصية دوافع وحوافز وقيم وسمات شخصية مكونات مهنية اتجاهات كل ما له علاقة بالأمال والتطلعات والطموحات والرغبات مؤهلات مؤهلات ما يتم الحصول عليه من مؤسسات التعليم والتدريب من معارف وعلوم خبرات هي حصيلة مشاهدات وممارسات وتجارب تم الحصول عليها كفايات مهارات وقدرات يتم الحصول عليها من المؤهلات والخبرات سلوكيات الأفراد داخل منشآت أو قطاعات العمل السلوك المساعد أو المثالي هو الذي يسعى إلى تحقيق أداف المنظمة السلوك المعارض هو الذي يضع العوائق دائما فيعمل ضد المصالح العامة السلوك المحايد هو الذي لا يؤثر سلبا أو إيجابا على أداف المنظمة السلوك المتحرر هو الذي لا يهتم بتطبيق الأنظمة والقوانين والتعليمات السلوك المتردد هو الذي يؤثر مستوى القلق لديه على أداء العمل الموكل إليه السلوك المنظم وهو الذي يشكل شخصيته وسلوكه كيفما تريده الإدارة السلوك العادي هو سلوك إنسان لا يعاني من مشكلات نفسية أو اجتماعية السلوك المترجم للقناة السلوك المترجم للقناة